اهلا بحضراتكم مرة تانية محمود الخطيب اللي كان حريص جدا على التواجد هو اعضاء مجلس ادارة النادي وقيم الحفل ده مساء الجمعة امبارح على مصرح الهناجر بدار الابرة المصرية وقام ببطولته فريق زو الهمم بالنادي الاهلي بمشاركة 43 طفلا من ابناء النادي حضر العرض اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب مندوما عن وزارة الشباب الرياضة واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية شؤون مكتب الوزير وخالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي ومندوبا عن وزارة الثقافة وايضا المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الزهنية والمدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف وحرس الحضور في بداية العرض على الوقوف لمدة دقيقة حداد على روح الكابتن عاصم محمد ربنا رب يرحمه كان من الناس المحترمة جدا جدا المدير الفني الأسبق فريق كورت اليد بالنادي الاهلي ربنا نرحمه ويغفر له ويسكنه في ساحة جنات ورب اللي توفى بالأمس وكمان نوجه الكابتن محمود الخطيب الشكر جميع للمشاركين في مصرحية احنا بالألوان وكافة القائمين على العمل المصرحي والذي تم التحضير له على مدار ستة شهور ماضية بالمناسبة قريب جدا قناة الاهلي طبعا زي ما انتم متعودين منها دايما هتعرض لحضراتكم المصرحية ان شاء الله هتعرض لحضراتكم كمان لقطات مهمة جدا جدا وجوانب غاية في الأهمية فده برضو خبر من الأخبار المهمة اللي حابين نتكلم فيها مع حضراتكم طيب تعالوا بقى نروح لترند الأهلي ونشوف أهم وأبرز الأخبار اللي تتعلق بالنادي على السوشيال ميديا وبالتحديد من خلال الصفحات الرسمية المختلفة ونبتدي بحساب الوطن سبورت على تويتر واللي بيقوله سبع إصابات في القائمة الأهلي قبل مواجهة المصري وإحنا الصفحات عفوا الإصابات مش الصفحات الواحد بس اليومين دول مركز مع الصفحات شوية زي كلنا مركزين معها لكن الإصابات برضو حاجة بتقرق شوية جمهير النادي الأهلي فأنت عندك مين أكرم صاليبي ربنا شفيه عافية وصفة شوبر جدروف ربنا شفيه عافية كريم فؤاد صاليبي برضو إن شاء الله ربنا شفيه عافية بيرسي تاو بيقترب جدا من العودة مش شرط يكون في مبارات المصري طبعا لكن لسه الأمر دا لم يحسن بعد لكن برضو في حسابات بيرسي تاو خلال الفترة اللي جاية وفي محاولات اللحاق السلسي أحمد نبيل كوكا كويس إن شاء الله حيلحق عبد المنعين برضو بإذن الله حيلحق طاهر ممكن يكون متاح وده حيبان بكرة في التدريبات هل طاهر يقدر حيشارك في التدريبات كلها لو شارك في التدريبات كلها يبقى متاح للجهز الفني في مبارات المصري الهمة فدي إصابات النادي للأهلي والجمهور الأهلي عارف الإصابات بالجهزين بكل حاجة لكن دايما بنحاول نعرف التطورات وماذا جهزين بعض اللي عمين لأن التحديات صعبة بل صعبة جدا الوطن سبورت لسه معاهم وإحساهم على تويتر مصدر صفقة الأهلي الجديدة تهدد محمد هاني ومشاركة أساسية ليه بس يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ يعني إيه تهدد محمد هاني؟ لا هي تخلق حلم المنفسة أنت دلوقتي ميني باكرايت الصريح اللي عندك؟ هو محمد هاني فلما جبت خالد عبدالفتاح بقى عندك اثنين بقى عندك اثنين فبالتالي هو ده اللي انت عايزه أن يبقى فيه منافسة الله يقدر واحد اتصاب زي محمد هاني اللي لازم ياخد حقه الراجل مطش من بداية من مطش السيراميكا اللي تعادلنا فيه مرورة مبارات بيرامنس مبارات أمبي كمان أخيراً مبارات اللي فاته الأهم الاستمرارية أداء أكثر من رائع أكثر من رائع لمحمد هاني فطبيعي إن هو يكون طبيعي إن هو يكون فيه منافسة عشان لو حد الله يقدر تصابه لحاجة يبقى فيه تاني بديل جاهز فهو ده الأهل يشغل عليه ده مش معناه أن محمد هاني بيتهدد أنه مش هيشارك لا وبيخليه يبقى فيه منافسة عشان الأحق هو اللي يشارك فإحنا بنتمن الجماهير وبنتمن نفسنا بصفقات في مراكز كل مركز يكون مدعم بشكل كويس عشان يبقى عندك أريحية في الاختيار وعشان يبقى عندك أريحية في الروتيشن وفي التدوير بالنسبة للجهاز الفني طيب ده خبر تعالوا نروح لخبر آخر من خلال كورة 11 وحسابهم على تويتر عبد الرحمن فؤاد شقيق كريم فؤاد لتصراحات قال كريم بحلق جيدة وراضي بإصابته واحد من الناس المحترمة ومتدينة جدا جدا ولا توجد أي مشكلة ويقوم بتأهيل حالين حتى يعود للممارسة حياته بشكل طبيعي إن شاء الله كريم فؤاد بالصراحة كانت صدمة جديدة على جمهور النادي الأهلي بعد صدمة أكرم توفيق والاتنين جابها واحدة فبالتالي هنتأثر شوية لكن إن شاء الله بإذن الله اللي موجود يعود كورة بلاس بتكلمه إن فيه طلب جديد من مارسل كولر لإدارة الأهلي إيه هو الطلب؟ هقول لكم سريعا لو كلام صحيح سرعة حسم ملف التعاقد مع مهاجم صريح خلاف فترة مجبلة تطمنوا يا جماعة إن شاء الله الأمور ماشية في الاتجاه الإيجابي دون الخوض في أي تفاصيل هنروح للفاصل تمام؟ ده خبر من دمن الأخبار طيب قبل الفاصل ناخد خبر آخر وده بيتعلق في الجول واحسنهم على تويتر واللي بيكلمه عن الأهلي يوجه الشكر العزيز يعقوب ويصر في النظر عن استعارته بعد مغالات رأي يعني بصوا القصة يا جماعة اللي يهمني في القصة ولازم جمهور الأهلي يكون سعيد قوي قوي بخطوات زي دي هو موضوع الكشف الطبي الدقيق للغاية الكشف الطبي الدقيق للغاية والأندية كبيرة لازم تعمل كده نادي الأهلي بالتحديد لازم يأمن نفسه في موضوع الكشفات الطبية ما تجي تتعاقد مع العيب أنت بتدفع فلوس تدفع مبالغ كبيرة بس لازم تاخد بالأسباب وتعمل احتياطاتك بالمناسبة تمكن تجيب العيب سليم في المئة يعدي الكشف الطبي والله يقدر يتصاب بس لازم أنت برضه تبقى عامل حساباتك تعمل الكشف الطبي بشكل مميز بشكل صحيح جدا وتتطمن والأقدار دي بتاعت ربنا يعني فأنت حاجة لازم تحيي عليها مسؤولي النادي الأهلي والجهاز الطبي للنادي أنه هو بيحاول يركز في كل شيء يتعالج بالكشف الطبي وأنه مش هيدخل أي العيب ومفيش أي العيب حيتعاكم عن نادي الأهلي غير لما يكون جاهز طبيا بشكل تام تام ما فيش شك واحد في المئة في عدم جهزيته الطبية فدي جوزقية مهمة جدا لازم نشيد بها طيب خليني أروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نوصل يلا